وفيما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصانع أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى التوجهات الصادرة بتولي هيئة التنمية الصناعية للحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر على أن تصدر الرخصة في مدة زمنية لا تستغرق أكثر من عشرين يوم عمل وأشار مدبولي إلى أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى تم اتخاذها سعيا من الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية تحركنا مؤخرا في موضوع الأراضي كان دايما هناك شكوى طب أنتوا بتطرحوا الأراضي بس أليت الطرح ما بتمكنناش كمصنعين حقيقيين أن احنا نحصل على الأراضي اللي احنا محتاجينها في الأماكن اللي احنا عايزين طلعنا قرار أن احنا هيبقى الأراضي أساس إتحتها موضوع حق الانتفاع أو شرى الأرض أو بيع الأرض ولكن أساس التسعير في كل التوجهين سعر المرافق فقط لغير مع تيسيرات في السداد عشان أشجع المصنعين أن هما يحصلوا الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع بس بشرط أن يتم الإنشاء والتشغيل في أسرع وقت ممكن موضوع الموافقة وكانت دايما أن الشكوى من الحصول على العديد من لابد عشان نعمل مصنع أنا عايز محتاج كعب داير ألف على أكتر من جهة في الدولة علشان أن أنا أحصل على الموافقات بتاعتي أصدرنا التوجهات أن الكلام دا كله يتم من هيئة التنمية الصناعية وهي اللي تبقى ملزمة بعد كده أنها تجيب كل الموافقات بتاعة باقي الجهات اشتركوا في القناة